السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء بناتي طلاب الصف الأول الإعدادي أهلا بكم في فيديو النهاردة اللي بنتناول فيه حل الأداءات الصفية أو الكلس ويرك والهوم ويرك الوجبات المنزلية ونحل برضو الوكلي كويزز الاختبارات الأسبوعية بخصوص الأسبوع الأول ونبدأ بيه أول حاجة اللي هي الأداءات الصفية بيقولي choose the correct answer اخطوار لجابة صحيحة from ABC or demon أول سؤال بيقولي my sister نقط writing stories when she was 13 حطي بقى فعلي ايه؟ writing stories كتابة الكصص لما كان عندها 13 سنة when she was 13 طبعا when she was 13 دي تدل على الماضي فالفعل اللي هاخده بعد my sister لازم برضي يكون فعلي في الماضي يبقى my sister ايه بقى started اللي هي الإجابة C رقم اتنين 30 players 30 لاعب took party in يعني اشتركوا فيه the sport is not to win the cup عشان يفوزوا بالكأس طبعا اشتركوا فيه the sport is literally هي الحل هي tournament يعني البطولة الرياضية الجملة الثالثة عندنا the mechanic works in a note الميكانيكي بيشتغل فين طبعا in a workshop يعني في ورشة اربعة three months note I started to play football انا بدأت ان انا العب كرة قدم دي طبعا جملة في الباست سيمبل في الزمن الماضي البسيط بنحط كلمة ايه بقى بعد المدة الزمنية بحط كلمة ago يعني منذ three months ago يعني منذ سلاسة اشهر ومعنى كلمة ago منذ الجملة رقم خمسة last summer الصيف اللي فات was great كان رائع طبعا الجملة هنا في الباست سيمبل الزمن الماضي يبقى I know a tennis every day انا played I played لعبت التنس كل يوم الوحدة الاولى كلها خاصة بالباست سيمبل الزمن الماضي البسيط الجملة رقم ستة how many goals did Acer in the tournament كم عدد الاهداف اللي احرازها Acer في الدوري دي ده فعلي مساعد يدل على ان الزمن هنا ماضي بسيط احراز الاهداف او يحرز الاهداف اسمها score score goals يبقى how many goals did Acer score in the tournament رقم سبعة we should say things to support people لكي ندعم الناس لازم نقول اشياء ايجابية يبقى positive رقم تمانية I am happy to نقط part in this school project طبعا تو عايزة فعل في المصدر مع party in احنا بنقول take party in take party in معناها يشارك في تسعة بيقول لي علي didn't drink tea علي ما شربش الشاي he drank juice ده شرب عصير بذلا من ذلك يبقى انا هنا محتاج حاجة اسمها adverb بظرف يبقى instead اخر الجملة بنستخدم instead بس من غير of يعني بذلا من ذلك رقم عشرة والاخيرة هنا بيقول لي the synonym معنى كلمة synonym يعني مرادف ومعنى المرادف والمعنى بتاع كلمة strange طب هنعرف strange الاول معناها ايه يا جماعة strange معناها غريب بيقول لي المرادف كلمة strange يعني غريب بتكون ايه ايه من الكلمات اللي اربعة دول اللي معناها غريب unusual غير عادية غير عادي يعني غريب تعالوا بقى نخش على الهومورك او الواجب المنزلي الخاص بالاسبوع الاول معنا سنقولها اعدادي number one بيقول لي he is our نقط he lives in our street ده ساكن في شرائنا near our house قرب بيتنا يبقى الراجل ده يقرب لنا ايه neighbor يعني bravo انا سامع ناس بيقولوا guard طيب رقم اتنين the carpenter يعني النجار work is in his noct بيشتغل فين النجار work shop خدناها من شوية مع الميكانيك الميكانيك الميكانيكي بيشتغل في الwork shop الورشة طيب رقم تلاتة don't give noct you are doing a great job دي بيقولها لما احب اشجع واحد خلاص يبقى don't give up يعني لا تستسلم رقم اربعة my dad made toys and i helped him وانا ساعدته بخلي بالك من القاعدة دي الماضي عاوز ماضي معاه تاني رقم خمسة what did you at school this week ادي فعل مساعد عايزة فعلة اساسي مصدر what did you learn ايش معنى learn يا ميستر لان learn دي المصدر والمصدر هو الفعل الاساسي من غير اضافة من غير ed من غير ing جي من غير اس رقم ستة we should do useful in our free time في وقت فراغنا يجب علينا ان نؤدي ايه مفيدة do useful نؤدي انشطة مفيدة رقم سبع عندنا بيقول لي زي ask me to train hard for the tournament مين اللي طلب مني ان انا اتدرب بكل جدية من اجل الدوري الدكتور طلب مني كده لا طبعا the coach المدرب الرياضي او captain الفريق رقم تمانية the opposite of the word safe opposite يا شباب معناها عكس عكس كلمة safe طب ما نعرف safe معناها الاول safe يعني امن امن عكسها خطير يبقى dangerous رقم تسعة i go to the beach last summer الصيف اللي فات يبقى هنا الجملة دي ماضي انت عندك مصدر go يبقى i don't لا انا عايز ماضي يبقى i didn't go طب ليه يا مستر ما تنفعش wasn't لان ووز ما بيجيش بعدها فعلي في المصدر خالص رقم عشرة i feel when i have a test لما بمتحن انا بشعر بايه it's worrying حاجة مقلقة يبقى i feel calm بحس بالهدوء طبعا لا i feel relaxed بحس بالراحة لا ولا i feel nervous بحس بالعصبية والتوتر اه هي دي ومعنا يا جماعة الاختبار الاسبوعي جاي على هيئة يعني محادسة النموذج اه مديني في المحادسة ست كلمات وعندي خمس فراغات اذا في كلمة من هنا هتبقى زيادة نقرى كده الكلمات ونشوف معناها عشان هنحط كل كلمة في الفراغ المناسب بتاعها بعد ما نفهم المحادسة يا اما نباتي اما يزرع يعني عن ساعدة write يا اكتب vacation عطلة او اجازة volunteered تطوع طبعا دي في الماضي طيب بيقول لي جانا is asking هنة about her summer vacation جانا بتسأل هنة عن اجازة الصيف بتاعتها جانا بتقول hello هنة how did you spend your summer vacation ازاي انتي قضيتي اجازة الصيف بتاعتك قالت لها هنة hello جانا i نقط خلي بالك هنا لازم احط فعل في الماضي عشان السؤال هنا كان في الماضي ايبقى اي helped انا ساعدت ايبقى اول واحدة helped جانا بتسأل كمان سؤال what did you نقط خلي بالك did دايما did محتاج الفعل في المصدر الفعل الاساسي معاها لازم يكون مصدر عندي هنا راية مصدر يكتب وعندي بلانت يزرع برضو مصدر طب اشوف الاجابة اللي تحتها we planted a lot of flowers احنا زرعنا طب ما planted زرعنا اجيب هنا بقى المصدر منها تبقى بلانت بقى متهانا سألها سؤال what not you وماذا عنكي طب وانتي احفظوها كده يا شباب what about you what about you يعني وماذا عنكي بعد كده جانا قالت i نقط to help out out a project in my community جانا بقى بتقول عن الحاجة اللي عملتها في القطلة الصيفية طبعا هنا برضو لازم يبقى فعلي في الماضي volunteered i volunteered ده انا تطوعت to help out عشان أساعد out a project في مشروع in my community في المجتمع بتاعي يبقى رقم اربعة volunteered بعد كده هنا بتقول what did you do in this project طبعا عملت ايه بقى انت في المشروع ده قالت لها we helped adults نحن ساعدنا البالغين who can't read اللي ما بيقدروش يقروا ما بيقدروش يقروا ما بيقدروش ايه تاني ولا يكتابوا يبقى number five هتبقى write هانا قالت that's great رائع who helped you من ساعدك جانا قالت she was very nice model b برضو لازم نقرأ الكلمات المدهاني الاول who play played when وهو ادوات استفهام هو يعني من وين يعني متى vacation كلنا حفزناها سم يعني عطلة واجار تورنا من دوري او بطولة نقرأ رأس السؤال عمر is asking shady about summer activities يعني عمر بيسأل شادي عن انشطة صيفي عمر بيقول good morning شادي what activity did you do last summer ايه النشاط اللي انت عملته last summer السيف اللي فات قال له good morning عمر اي نقط football خلي بالك لازم الفعل اللي حطه هنا يكون في الماضي اي نقط football i played football بعد كده عمر بيسأل where did you eat قال له in the football club في نادي كرت القدم did عوزة المصدر يبقى where did you play eat قال له in the football club عمر النقطة التالتة بيسأل سؤال نقط did you play with وز يعني مع هنا المقصود بها مع من انت لعبت لان تحت شادي قال i played it with my neighbors ده انا لعبتها مع جيراني يبقى هنا مين اللي انت لعبت وياهم يعني هو النقطة الرابعة بقى هنا عمر بيسأل نقط did you played it خلي بالك في هنا غلطة الغلطة هنا ان كاتب لك play في الماضي ما عديد لأ نصلحها كده ونشير قال له in the morning يعني في الصباح يبقى ده وقت يبقى متى متى انت او انتو لعبتوها يبقى وين بعد كده did you take part in هل انت اشتركت in a نقطة قال له يا سيدد خمسة ودلوقت مع النموذج الاخير معنا نموذج سي الكلمات عندنا مدر يعني حديث يزور او زيارة ساعدة زارة مهم سامة ومونا بيتكلموا عن معبد ادفو سامة بتسأل did you like visiting the ancient Egyptian نقطة يعني انتو اعجبت بزيارة the ancient Egyptian monuments يعني الاثار المصرية القديمة قالت لها مونا yes i did i فاعل محتاجة وراها فاعل والفاعل لازمة يبقى ماضي علشان المحادثة مشى في المواضي بسبب did i نقطة the temple of ادفو عندي فاعلين في المواضي helped visited طبعا visited هي اللي صح ده انا زورت the temple of ادفو معبد ادفو سامة قالت سامة قالت when طبعا دي ايه المفروض when did you eat عايزين مصدر هنا when did you eat قالت لها i visited الشي لانا بقى هي بقى لي visit بس يبقى فعلا هي visit دي الاجابة الصحيحة قالت لها i visited it last summer سامة قالت where is it طب هو فين يعني هو فين المعبد ده قلت لها it's between لوكسر and as وان هو سامة قالت is it يعني هل هو is it نقط قلت لها no it's about two point two hundred and fifty years old عمره يعني الفين ومتين وخمسين سنة يبقى هل هو حديث قلت لها لا ده هو عمره الفين ومتين وخمسين سنة حديث بقى وجديد هتبقى مودرن يبقى رقم اربعة مودرن السامة قالت واو it's a very old place ده مكان قديم جدا ردت مونة وقالت yes and it's نقط for understanding life لفهم الحياة in ancient Egypt it's ايه محتاجين هنا صفة it's important إنه مهم يبقى رقم خمسة important بكده جماعة نكون خلصنا الأداءات المطلوبة مننا في الأسبوع الأول لما ينزل إن شاء الله على موقع الوزارة الاختبار الشهري هنبقى نزله برضو على القناة لكم مني خالص التمانيات بالنجاح والتوفيق سلام سلام أحلى شباب